السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الثالث أتمنى ماما تكونون بخير وسلامة نرحب بكم في مدارس الإدريسية الأهلية درسنا ماما لهذا اليوم هو من الفصل الرابع قسمة الكسور الاعتيادية قسمة الكسور الاعتيادية راح ناخذ أولا قسمة عدد صحيح على كسر اعتيادي قبل ما نبدي إحنا عدنا قاعدة بقسمة الكسور نحول القسمة إلى ضرب ونقل بالكسر الثاني هاي قاعدة أنت تحفظها وتطبق عليها إذا كان عندي عدد صحيح لازم أخلي إلى مقام مقامة لازم يكون واحد إذن راح نزل الكسر الأول سوينا أربع عليه واحد القسمة ش هتكون هتتحول إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني بما أنه حولنا القسمة إلى ضرب إذن الباست راح يكون مقام والمقام راح يكون باست صار اثنيا على واحد بما أنه ما عندي اختصار راح أضرب باست في باست ومقام في مقام ويساوي لي أربعة في اثنين ثمانية وواحد في واحد واحد الثمانية بها كم واحد؟ بها ثمانية إذن إذا المقام عندي واحد أو أخرى ونزل فقط الثمانية قلنا إذا عندي عدد صحيح ش أسوي أخلي إلى مقام هسا 12 تقسيم 4 على 5 راح أخلي مقام للعدد الصحيح وهو واحد أنزل الكسر الأول 12 على واحد القسم ما ش راح أسوي لها؟ أقلبها إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني يعني الباست الأربعة راح يصير مقام والخمسة المقام راح تكون باست وبعديا نختصر عندي اختصار بين الأربعة والأثنعش أربعة بها كم أربعة؟ بها واحد والأثنعش بها كم أربعة؟ بها ثلاثة بعد هاي الخطوة نضرب باست في باست ومقام في مقام ويساوي ثلاثة في خمسة؟ مستعش واحد في واحد؟ واحد ويساوي لي خمسة عش قلنا إذا كان المقام واحد انوخره هس ناخذ قسمة كسر احتياتي على عدد صحيح هل نفس الشي؟ العدد الصحيح دائما أخلي له مقام ماشي؟ أول خطوة أخلي مقام للعدد الصحيح بعدها أنزل الكسر الأول واحد على اثنين القسم ما ش سوي لها؟ أقلبها إلى ضرب ويقلب الكسر الثاني ومو أربعة على واحد اش راح يصير؟ واحد على أربعة الأربعة راح تكون مقام والواحد راح يكون بسط بما أنه ما عندي اختصار أضرب بسط في بسط ومقام في مقام ويساوي واحد في واحد واحد واثنيا في أربعة ثمانية هنا يبقى الواحد مثل ما هو ما أقول يساوي ثمانية إذا كان الواحد بالبسط يبقى يعني راح يبقى الكسر واحد على ثمانية نأخذ الكسر الآخر ثلاثة على أربعة تقسيم ثلاثة أيضا عندي عدد صحيح قلنا العدد صحيح شخلينا مقام؟ خلينا مقام واحد بعدها نزل الكسر الأول ثلاثة على أربعة القسمة تقلب إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني يعني ثلاثة بالبسط راح تكون بالمقام والواحد اللي بالمقام راح يكون بالبسط عندي اختصار بين الثلاثة ويالثلاثة ثلاثة بيها كم ثلاثة؟ واحد والثلاثة بيها كم ثلاثة هنا عندي أيضا واحد ويساوي هسا شنسوي نضرب بسط ببسط ومقام في مقام ويساوي واحد في واحد واحد وأربعة في واحد أربعة قلنا إذا واحد بالبسط يبقى مثل ما هو الكسر واحد على أربعة هسنا نأخذ قسمة كسر احتيادي على كسر احتيادي مدام عندي ثنياتهم كسر احتيادي ما بيتغير رأسا تقلب عدي القسمة إلى ضرب ويقلب الكسر الثاني هسنا أخذ الكسر ثلاثة على أربعة تقسيم تسعة على ثمانية نزل الكسر الأول القسمة قلنا شا تصير تقلب إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني يعني التسعة اللي بالباست راح تكون بالمقام والثمانية اللي بالمقام راح تكون بالباست أضع أكو عندي اختصار أي أكو عندي اختصار بين الثلاثة والتسعة وبين الثمانية والأربعة ثلاثة كم ثلاثة واحد التسعة كم ثلاثة ثلاثة هس الأربعة وهي الثمانية الأربعة كم أربعة واحد والثمانية بيها كم أربعة بيها اثنين بعد ما اختصرت أضرب بس في بس ومقام في مقام ويساوي واحد في اثنين اثنين واحد في ثلاثة ثلاثة أصبح عندي الكسر ثنياً عليه ثلاثة واضح? هسا ماما ناخذ كسر آخر خمسة على سبعة تقسيم تسعة على أربعة عشر أجي أنزل الكسر الأول خمسة على سبعة قسمة تقلب إلى ضرب ويقلب الكسر الثاني يعني التسعة راح تكون بالمقام والأربعة عشر راح تكون بالبس أبقى هسا عندي اختصار ايه عندي بين الأربعة عشر والسبعة السبعة بيها كم سبعة؟ بيها واحد والأربعة عشر بيها كم سبعة؟ بيها اثنين بين التسعة والخمسة ماكو اختصار إذن راح نضرب باست في باست ومقام في مقام ويساوي خمسة في اثنين عشر واحد في تسعة تسعة قلنا بما أنه الباست أكبر من المقام لازم نكون لدينا الباست أصغر من المقام طبعاً أنزل المقام ثابت ونقدر نقسمها قسمة طويلة أو ما يحتاج نقول التسعة بيها كم عشرة؟ بيها واحد وأنا أحطها؟ أحطها عدد صحيح إيش قد بقى؟ بقى عندي بس واحد إذن تسعة بيها كم عشرة؟ بيها واحدة ويبقى واحد صارت واحد عدد صحيح وواحد على تسعة هسا عندي قسمة عدد كسري على عدد كسري مزين؟ هنا لازم شا سوي؟ لازم نتخلص من العدد الصحيح نحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي شون تخلص من العدد الصحيح؟ أحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي وبعدياً يلا أحل خطوات القسمة هسا عندي الكسر ثلاثة عدد صحيح وواحد على خمسة تقسيم واحد عدد صحيح وثلاثة على خمسة أحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي بالطريقة اللي إحنا نعرفها نضرب المقام في العدد الصحيح زائداً البسط ويساوي خمسة في ثلاثة ومسطعش زائد واحد سطعش على نفس المقام اللي هو الخمسة أنزل التقسيم بعد ما أغيرها هسا لأنني هم عندي ذاك الكسر هم لازم أحول إلى كسر اعتيادي أقول خمسة في واحد خمسة زائد ثلاثة هحيكون عندي ثمانية على نفس المقام ثمانية على خمسة هسا منتحولاً كسور اعتيادي النوب أبدأ بخطوات القسمة أقول ستعش على خمسة القسمة تقلب إلى ضرب ونقلب الكسر الثاني إذن الثمانية اللي بالبسط راح تصير وين بالمقام والخمسة اللي بالمقام راح تكون بالبسط هسا نشوف عدنا اختصار بل عدنا عدنا الخمسة ويا الخمسة خمسة بيها كم خمسة واحد والخمسة بيها كم خمسة واحد وعدنا الثمانية ويا الثمانية الثمانية بيها كم ثمانية بيها واحدة ثمانية واحدة والستعش بيها كم ثمانية بيها اثنين هسا اش يسوي؟ أضرب بسط في بسط ومقام في مقام ويساوي اثنين في واحد اثنين واحد في واحد واحد بما انه عندي المقام واحد انش يساوي للكسر يساوي لثنين هسا ناخذ كسر آخر سبع عدد صحيح واحد على ثمانية تقسيم اثنين على الصحيح واحد على أربعة ايضا هاي اعداد كسرية نحاولها الى كسور احتيادية بنفس الطريقة نضرب المقام في العدد الصحيح زائدا البسط ونقول ثمانية في سبعة زائد واحد على نفس المقام ثمانية في سبعة ستة وخمسين زائد واحد سبعة وخمسين على ثمانية نزل قلنا التقسيم مثل ما هو نتخلص من العدد الصحيح وبعديا تقلب القسمة الى ضرب هسا نقول أربعة في اثنين ثمانية زائد واحد تسعة على أربعة بما انه صارنا عندي كسرين احتيادين هسا ابدي بخطوات حلي القسمة سبعة وخمسين على ثمانية القسمة تقلب الى ضرب ويقلب الكسر الثاني أربعة على التسعة التسعة راح تصير مقام والأربعة راح تكون بسط هسا شا سوي عندي اختصار لو ما عندي عندي أربعة بيها كم أربعة بيها واحد والثمانية بيها كم أربعة بيها اثنين وقع عندي التسعة ويها السبعة وخمسين هاي ايضا هم بيها اختصار بس احنا هاي هنا شر راح نعرفها نقول على ثلاثة ناخذهن اثنين تسعة بيها كم ثلاثة بيها ثلاثة وايضا ناخذ السبعة وخمسين على ثلاثة نشوف اذا ما عندي باقي اذا نحلي صح خمسة كم ثلاثة بيها واحد واحد فيه ثلاثة ثلاثة جرخاط خمسة ناقص ثلاثة اثنين انزل السبعة صارت عدي سبعة وعشرين بيها كم ثلاثة بيها تسعة نو بقول تسعة فيه ثلاثة سبعة وعشرين وجرخاط وانقص سبعة ناقص سبعة صفر واثنين ناقص اثنين صفر اذا سبعة وخمسين على ثلاثة بيها تسعة عشر ومادام طلعت أدي النتيجة صفارة اذا نحلك صح واضح قسمناها على العام المشترك بيناتن اللي هو الثلاثة ها سنضرب باست باست ومقام في مقام تسعة عشر في واحد تسعة عشر واثنين في ثلاثة ساوي لي ستة هسا بما انه الباست اكبر من المقام قلنا انقسمه طبعا الستة ثابتة نفس المقام ينزل راح اقول التسعة عشر بيها كم ستة يا عدد اضربه بالستة يطلع قريب على تسعة عشر ستة في ثلاثة ستة في ثلاثة ثمنتعش اخلي ثلاثة عدد صحيح ستة في ثلاثة ثمنتعش باقي من تسعة عشر فقط واحد صار الناتج ثلاثة عدد صحيح واحد على ستة اصبح عندي الباست اصغر من المقام واضح نقسم ويطلع عندي الحل هسا عندي هذا المثال سبعة على ثلاثة في أربعة على خمسة ناقص واحد على ثلاثة تقسيم واحد على خمسة راح نلاحظ انه اكو علاقة ضروب وقسمة وبيناتهن اشارة ناقص نشوف انتنا شون راح نحن الحل نحصر بين اقواس السبعة على ثلاثة في اربعة على خمسة هاي انا احلها واكملها واطلع منها ناتج وانزل الناقص مالتي وانه بهمينه احل القوس الثاني زين هسا سبعة على ثلاثة في اربعة على خمسة سرابيكم شلون هسا اكو اقواس اخليهن تمام وصلنا الاشارة الناقص انزلها واضح جاعدة ساوا ماما هسا ايضا افتح قوس اقول واحد على ثلاثة ايضا تقسيم واحد على خمسة ثاني اول فقرة سويت حصرتهن بين اقواس حصرت ضرب بين قوسين حصرت القسمة ايضا بين قوسين اطلع منها ناتج واحد ومنها ناتج واحد وبعدين اعتمد على عملية الطرح البيناتهم بما انه ما عندي اختصار بالقوسين الكسرين الاول راح اضرب بسط بسط ومقام في مقام ويساوي سبعة في اربعة ثمانية وعشرين وثلاثة في خمسة وخمسة عشر وصلنا الاشارة السالب ناقص عفو ننزلها نيجي على الكسر بقسم الكسرين اخرين واحد على ثلاثة تقسيم واحد على خمسة يصير واحد على ثلاثة في قسمة تقلب الى ضرب ويقلب الكسر الثاني خمسة على واحد هسا طبعا بما انه ما عندي اختصار ايضا اضرب بسط في بسط ومقام في مقام واقولا واحد في خمسة ويساوي دي طبعا هذا الكسر الاول انزلت ثمانية وعشرين على خمسة عشر وننزل اشارة الناقص بعدين اضرب واحد في خمسة خمسة هذا الكسر الثاني يطلع لي وثلاثة في واحد ثلاثة هسا اني طلعت كسر من الضرب وكسر من القسمة هسا صارت ادي اشارة ناقص زين عند طرح الكسر لازم شو تكون المقامات شبيهة متساوية هسا شا سوي لازم اواحد المقامات اواحد المقامات بها طريقة طريقة التحليل راح احلل المقامين على الاعداد الاولية على مود نساوي المقامات ونحل لان هسا صارت العملية عملية طرح الكسور هسا ناخذ عدد اخمسة عشر والعدد ثلاثة احللها على الموامل الاولية نتذكر العوامل الاولية ثنين ثلاثة خمسة سبعة دعش تلات عشر واضح هسا ناخذ الثلاثة والاخمسطعش نحلل هن على جهد اثنيناتين يقبلا على الخمسة ويقبلا على الثلاثة ثلاثة كم ثلاثة بيها واحد والاخمسطعش كم ثلاثة بيها خمسة هسا ناخذهن على خمسة ثنين احاتها خمسة تقبل على الخمسة الواحد ينزل والخمسة كم خمسة واحد إذن المضاعف المشترك الأصغر للعددين هو 15 ثلاثة في خمسة يساوي لي 15 هل سصال عندي مقام جديد هو شنوى 15 أخلي كسرين جديدات مقام هنشكون مقام واحد أخلي المقام 15 ناقص المقام الثاني أيضا 15 حسا النازم يكون عندي بس جديد أقول 15 بيها كم 15 بيها واحد واحد في 28 28 هيا طبعا إحنا خواهنا نسيناها نرجع نقول 15 بيها كم 3 بيها شقيد بيها 5 نوب نضرب 5 في 5 25 ويساوي لي نقص 28 ناقص 25 مقام أنزل أول شيء موحد 28 ناقص 25 3 زيان هسا صار عندي الكسر 3 على 15 طبعا نقدر نختصرهم بعد لأن ثاناتين يقبلن على الثلاثة الثلاثة بيها كم ثلاثة واحد والخمسطاعش بيها كم ثلاثة خمسة أصبح عندي الكسر 1 على 5 ناخذ الكسر الآخر جد ناتج واحد على اثنين في واحد على اربعة على ثلاثة عفوا هاي هنا هو مخلي لاها بين أقواص زائد ثلاثة على اربعة تقسيم واحد عدد صحيح واحد على اثنين هس هنا شن راح نحلها قلنا نطلع ما بين الأقواص نطلع بيناتهم ناتج واحد كسر يطلع منهن وكسر من ناكة ومنه نحل عملية الجمع هسا نزلنا الكسرين نزل عملية الزائد أجي على الكسر الثاني ثلاثة على اربعة وننزل همينه علامة القسمة ليش لأن عندي عدد صحيح لازم أتخلص من عنده أحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي بها طريقة نضرب المقام في العدد الصحيح زائد البسط على مدأة خلاصة من العدد الصحيح جرخات طبعا المقام ثابت عدي ثنين ثنين في واحد ثنين زائد واحد ثلاثة على ثنين الخطوة اللي باعتها أكو اختصار هنا فهذا القوسين اللي كسرين العلامة الضرب ماكو نضرب بسط في بسط ومقام في مقام واحد في واحد واحد ويساوي دي واثنين في ثلاثة ستة وصلنا إلى مين الإشارة الزائد أنزلها نروح على الكسر الثاني ثلاثة على أربعة ينزل الكسر الأول القسمة شبيهة تقلب إلى ضرب ويقلب الكسر الثاني يعني ثلاثة بالبسط وم راح تصير بالمقام والاثنين اللي بالمقام وم راح يصير بالبسط هسا نشوف اكو اختصار اي اكو ثلاثة بيها كم ثلاثة هاي ثلاثة بيها واحد وهاي الثلاثة بيها واحد هسا الأربعة ويها الاثنين الاثنين بيها كم اثنين بيها واحد والأربعة بيها كم اثنين بيها اثنين هسا بعد هاي الخطوة نضرب بسط ببسط ومقام في مقام ونقول هسا واحد على ستة زائد الكسر الثاني نشوف هشان صار نضرب بسط ببسط ومقام في مقام واحد في واحد واحد واثنين في واحد اثنين هسا صارت الإشارات زائد والمقامات مختلفة لازمش يسوي اوحد المقامات زين بيها طريقة واحد المقامات بطريقة التحليل إلى العوامل الأولية طبعا واحد على ستة هو ناتج ضرب الكسرين وواحد على اثنين ناتج خسمة الكسرين هسا نحلل الستة ويها الاثنين عليما على الأعداد الأولية اللي هنه اثنين ثلاثة خمسة سبعة دعش والثلتاش هاي كتبكو يامل حتى ما تنسوهن هسا ناخذ المقامات الستة والاثنين حليلهن على جهد بما أنه اثنين هن أعداد زوجية قبل أنه القسمة بالتحليل القصدي على اثنين اقول اثنين كم اثنين واحد نزل فارس دي الستة بيها كم اثنين بيها ثلاثة أخذ هن هسا على ثلاثة الواحد ينزل نزل العلامة ثلاثة كم ثلاثة بيها واحد هسا أضرب الاثنين فيه ثلاثة ستة إذن المضاعف المشترك الأصغر للعددين هو للمقامين هو يساوي لي ستة هسا أخلي مقام واحد ثابت للكسر الأول أصبح عندي المقام الموحد ستة زائد أجر الكسر الثاني أيضا أخلي ستة هسا طبعا أقسم ستة بيها كم ستة المقام الجديد ويها المقام القديم ستة بيها كم ستة بيها واحد نوب أضرب الواحد بيمن في البسط القديم واحد في واحد واحد ستة بيها كم ثلاثة ثلاثة في واحد يساوي لي ثلاثة هسا أنزل مقام واحد وأجمع فقط البسط واحد زائد ثلاثة أربعة على مقام واحد أصبح عندي أربعة على ستة أقدر أختصر هاتنين ناتني قبلا على العدد اثنين اربعة كم اثنين بيها اثنين والستة كم اثنين بيها ثلاثة ويساوي لي اثنين على ثلاثة واضح هس عندنا هذا المثال اشترت سيدة ثلاثين مترا من قماش لعمل ستار فاذا كان طول القطعة الواحدة واحد عدد صحيح وثلاثة على خمسة متر فما عدد القطع شوفوا هنا السؤال فما عدد القطع شيقصد انه فما عدد القطع هنا لازم يكون العملية شنو عملية الضروط طريح جمع قسمه هنا راح نقسم شراح نقسم راح نقسم عدد اشترت سيدة شقد ثلاثين مترا من القماش ثلاثين تقسيم شقد واحد عدد صحيح وثلاثة على خمسة هاي طبعا شنو هاي طول القطعة الواحدة تريد تعرف شقد عدد القطع اللي اخذتهم قدي ثلاثين عدد صحيح خلي مقامه واحد وهنا عندي عدد صحيح لازم اتخلص من عنده حول العدد الكسري الى كسر اعتيادي هسا نقول نزل الكسر الاول ثلاثين على واحد انزل طبعا القسمة الى ان احول العدد الكسري الى كسر اعتيادي اقول خمسة في واحد خمسة زائد ثلاثة ثمانية على نفس المقام ثمانية على خمسة هسا صار عندي كسرين اعتياديين اقدر احل طريقة القسمة انزل الكسر الاول ثلاثين على واحد القسمة تقلب الى ضرب ونقلب الكسر الثاني الثمانية راح تكون بالمقام والخمسة راح تكون بالبسط هسا اباع اكو اختصار اكو بين وثلاثين والثمانية اكو اختصار على جدول الثمانية يعد اضرب الثمانية ثلاثين وثلاثين ثمانية كم ثمانية واحد والاثنين وثلاثين بها اربعة بعدها اضرب بسط في بسط ومقام في مقام ويساوي اربعة في خمسة عشرين واحد في واحد ساوي واحد اذا العشرين بكم واحد بيها عشرين قطعة زين فاذا كان طول القطعة الواحدة فما عدد القطعة اشقد عدد القطعة عشرين قطعة تمام ماما وقلنا دائما اذا كان الواحد بالمقام شو نسوي له انحث اتمنى كان الدرس واضح وفهمته طبعا احنا ما اخذين عنا فكرة